موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس سوف نتعلم الخطوط الرئيسية لتعريف مشروع بالإضافة إلى شرح الخطوة الأولى وهي تعريف الطقس في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الخطوة التمهيدية الأولى وكانت تحديد البيانات العامة للمشروع بالإضافة إلى تحديد الواحدات وكذلك تحديد الكود الخاص بالتهوية في هذا الدرس سوف نذكر الخطوط الرئيسية للخطوات المنطقية في تعريف مشروع بالإضافة إلى شرح كامل عن تعريف الطقس فالخطوات المنطقية التي يفضل اتباعها من أجل تعريف مشروع بغاية حساب الأحمال الحرارية أو حتى إذا كان المطلوب أيضا تقدير استهلاك الكهرباء والوقود هي كالتالي أولا تعريف بيانات الطقس ثم ننتقل إلى تعريف مكتبة المشروع وتشمل تعريف عدة عناصر فإذا كان المطلوب تقدير الأحمال الحرارية فقط فيتم تعريف العناصر التالية اعتبارا من Schedules وحتى Shades أما إذا كان المطلوب بالإضافة إلى تقدير الأحمال الحرارية تقدير استهلاك الكهرباء والوقود عندها يتم تعريف بقية العناصر بعد الانتهاء من تعريف الProject Libraries ننتقل إلى تعريف الحيزات Spaces ثم تعريف أنظمة الهواء Systems وفي حال وجود محطات ماء بارد أو ساخن أي Chillers و Boilers عندها يتم تعريف Plants أما Buildings فيتم تعريفها في حال كان المطلوب تقدير استهلاك الكهرباء والوقود إذن الخطوة الأولى هي تعريف الطقس من خلال القائمة الشجرية ننقر على Weather ثم بالنقر المزدوج على Weather Properties تظهر النافذة الخاصة بتعريف بيانات الطقس ونلاحظ أنها تتكون من أربع تبويبات التبويب الأول Design Parameters لتحديد بيانات التصميمية الخاصة بالطقس وما يتعلق به من خلال القائمة المنسدلة Region نقوم بتحديد القارة أو المنطقة أو حتى الدولة وهذه التقسيمات خاصة ببرنامج Carrier ثم من خلال Location نقوم بتحديد الدولة أو الولاية ثم من خلال القائمة City يتم تحديد المدينة الموجود فيها المشروع بمجرد اختيار المدينة يقوم البرنامج بإظهار البيانات الخاصة لهذه المدينة ضمن الحقول التالية وهذه البيانات مصدرها هو مرجع Ashley Handbook Fundamentals لعام 2001 لذلك ربما تكون هذه البيانات قديمة وتحتاج إلى تحديث أو تصحيح أو أي أن كان فبالتالي بإمكانك بكل بساطة أن تقوم بتعديل هذه البيانات وفق ما تراه مناسبا ضمن الحقل Latitude يتم تحديد خط العرض بالدرجات ويأخذ قيمة موجبة فوق خط الاستواء ضمن الحقل Longitude يتم تحديد خط الطول بالدرجات ويأخذ قيمة موجبة غرب Greenwich ولاحظ أنه عند النقر بالفأرة ضمن أي حقل يقوم شريط الحالة بتحديد القيمة العظمى والصغرى المسموح بها ضمن هذا البرنامج فبالنسبة لل Longitude مثلا ستتراوح القيمة ما بين ناقص 180 إلى 180 درجة ضمن الحقل Elevation يتم تحديد ارتفاع المدينة عن سطح البحر الحقل Summer Design Dry Bulb لتحديد درجة الحرارة الجافة التصميمية صيفا والحقل Summer Coincident Wet Bulb لتحديد درجة الحرارة الرطبة التصميمية صيفا الحقل Summer Daily Range عبارة عن المدى اليومي صيفا وهو عبارة عن فرق درجات الحرارة بين أعلى وأخفض درجة حرارة جافة متوقعة تصميميا وباعتبار أنه فرق درجات حرارة في الواحدات الدولية يتبع الواحدة Kelvin ضمن الحقل Winter Design Dry Bulb يتم تحديد درجة الحرارة الجافة التصميمية شتاء وضمن الحقل Winter Coincident Wet Bulb يتم تحديد درجة الحرارة الرطبة التصميمية شتاء علما أن هذه القيمة لا تستخدم إلا فقط لأغراض حساب الترطيب Humidification ولا تدخل في حسابات التدفئة ولذلك يلاحظ أن هذه القيمة لا يمكن الحصول عليها من العديد من المراجع مثل مرجع ASHRAE ففي هذه الحالة برنامج Carrier يفترض هذه القيمة على أنها تقابل رطوبة نسبية Relative Humidity 50% بعد حسابها من درجة الحرارة الجافة أي من خلال المخطط السيكرومتري لو حددنا درجة الحرارة الجافة التصميمية شتاء مع رطوبة نسبية 50% فستحصل على هذه القيمة وهي القيمة المفترضة من قبل برنامج HAP لذلك إذا رأيت أن هذه القيمة تحتاج إلى تحديث في هذه الحالة عليك تحديث هذه القيمة بغض النظر عما تم افتراضه من قبل برنامج HAP السؤال الآن من أين أحصل على هذه البيانات هذه البيانات يجب أن أحصل عليها أولا من الهيئة صاحبة الاختصاص authority having jurisdiction المقصود بالهيئة صاحبة الاختصاص الهيئة المعنية بتدقيق حسابات التكييف التي قمت بها كمصمم والتي ستمنحك على أساسها الرخصة لتنفيذ نظام التكييف الذي قمت بحسابه فبعض المدن تكون الهيئة صاحبة الاختصاص هي البلدية ودول أخرى قد تكون الهيئة صاحبة الاختصاص هي نقابة المهندسين أو جمعية المهندسين حيث هي من ستقوم بمنحك هذه الرخصة في حال تعذر الحصول على بيانات من قبل الهيئة صاحبة الاختصاص عندها يمكن اللجوء إلى بيانات الأرصاد الجوية المحلية على أساس أنها هي الأدق وغالبا ستكون محدثة لآخر خمس سنوات مثلا لكن أيضا في حال تعذر الحصول على هذه البيانات عندها يمكن اللجوء إلى البيانات الصادرة من قبل جمعية أشري وأنا أنصح باستخدام الموقع التالي أشري داش ميت يو دوت انفو حيث نلاحظ بأن الموقع يبين آلاف المحطات الخاصة بالأرصاد فمن أجل الحصول على أي قيمة لمدينة معينة بإمكانك الاتجاه نحو هذه المدينة بعد تحديد الواحدات فمثلا لمدينة دبي بإمكاننا أن نقر على النقطة الحمراء حيث تمثل المحطة ثم أن نقر على show station data فيقوم الموقع بإظهار البيانات الخاصة بالمحطة لمدينة دبي نلاحظ أن latitude هي مثلا 25.25 north موجبة أما longitude فهي 55.33 west لاحظ أن القيمة هنا موجبة لكن عندما يتم إدخالها في برنامج hub فيجب إدخالها بقيمة سالبة elevation عبارة عن الارتفاع عن مستوى سطح البحر ولدينا هنا standard pressure عبارة عن الضغط الجوي وكذلك time zone وهذه القيمة سوف يسم استخدامها في برنامج hub 4 ساعات فرق التوقيت عن greenage وهنا لدينا المدة الزمانية التي تم على أساسها استنتاج هذه القيم هي من عام 1986 إلى عام 2010 بالنسبة لدرجات الحرارة التصميمية صيفا نحصل عليها من خلال الجدول annual cooling dehumidification and enthalpy design conditions فلدينا هنا الحقل cooling dry bulb على main coincidence weight bulb حيث نحدد من خلاله درجة الحرارة الجافة التصميمية صيفا والمقابلة لها الرطبة ولدينا ثلاثة نسب 0.4% تعطينا درجات حرارة معينة و1% تعطينا درجات حرارة أخرى وكذلك 2% المقصود بهذه النسب هو التالي إن عدد الساعات الموجودة في السنة الواحدة هو عبارة عن 8700 و60 ساعة فالنسب 0.4 بالمئة تدل على أن هذه القيمة 42.9 درجة مئوية سيتجاوزها فقط 0.4% من عدد الساعات الإجمالي على مدار السنة أي حوالي 35 ساعة أي أن هناك 35 ساعة على مدار السنة تتجاوز فيها درجة الحرارة في هذه المدينة القيمة 42.9 مئوية أما النسب 1% يعني أن درجة الحرارة المسجلة أدناه 41.4 تتجاوز فيها 1% من عدد الساعات الإجمالية على مدار السنة أي حوالي 87 ساعة القيمة المسجلة أدناه ولذلك لاحظ بأن درجة الحرارة في حالة النسبة 1% أقل من درجة الحرارة في حالة النسبة 0.4% وكذلك الأمر ينطبق على النسبة 2% حيث أن عدد الساعات التي يتجاوز فيها درجة حرارة هذه المدينة القيمة 40.2 هو ما يعادل 2% من عدد الساعات الإجمالي على مدار السنة لكن السؤال أي نسبة يتم اختيارها واعتمادها ضمن برنامج هاب الحقيقة أن الخيار متاح لك والقرار سيكون ما بينك وما بين المالك أو الشخص المسؤول عن تحديد درجات الحرارة وتشغيل نظام التكييف بمعنى إذا كان المتوقع تركيب نظام تكييف لمشروع ليس بالأهمية الكبيرة ولن يتم التواجد فيه بفترات زمانية طويلة كأن يكون مثلا عبارة عن فيلا في ضواحي المدينة الغاية منها فقط هو التواجد في هذه الفيلا في أيام العطل مثلا ففي هذه الحالة لا مانع من اللجوء إلى النسبة التي تؤدي إلى درجات حرارة أقل وهي النسبة 2% طبعا مع تنبيه المالك أن اختيار النسبة 2% ستؤدي إلى حمل حراري أقل وهذا سيوفر عليه من الكلفة الإنشائية لكن ربما في أوقات معينة عندما تكون درجات الحرارة في الخارج مرتفعة جدا فإن جهاز التكييف سيضطر إلى العمل لفترات أطول وربما أيضا في ساعات معينة لن يكون قادرا على المحافظة على درجة حرارة داخل الغرفة المطلوبة أما إن كان المشروع ذو أهمية ويتوقع تشغيل نظام التكييف فيه لفترات طويلة جدا مثل المشفى أو فندق فعندها يفضل استخدام النسبة 0.4% على أساس أنها تؤدي إلى حمل حراري أعلى لنظام التكييف إذن في هذه الحالة سنقوم بتسجيل القيمة 42.9 كدرجة حرارة جافة و23.6 كدرجة حرارة رطبة أما الـ daily range فيمكن الحصول عليه من خلال هذا الحقل hottest month tribal range سيكون 9.6 درجة مئوية أما بالنسبة لدرجات الحرارة التصميمية شتاء فنحصل عليها من خلال الجدول annual heating and humidification design conditions من خلال الحقل heating dry bulb حيث يحوي نسبتين النسبة الأولى 99.6% والنسبة الثانية 99% بشكل مقارب لما تحدثنا عنه في النسبة الثلاثة المذكورة في حالة الكولينغ لكن لدينا هنا فقط نسبتين حيث النسبة الأعلى تؤدي إلى درجة حرارة أقل شتاء وأيضا هنا المقصود أن درجة الحرارة 12.9 مئوية سيتم تجاوزها في هذه المدينة بمقدار 99.6% من عدد الساعات الإجمالي على مدار السنة وهو 8760 ساعة بينما درجة الحرارة 13.9% سيتم تجاوزها بمقدار 99% من عدد الساعات الإجمالي على مدار الساعة وأيضا القرار بينك وبين المالك ففي حال كان المشروع ذو أهمية كبيرة فيمكن اعتماد القيمة المقابلة للنسبة الأعلى وهي 12.9 ولاحظ أنه لا يوجد قيمة لدرجة الحرارة الرطبة ويتبالب تيمبرتشر لذلك كما ذكرنا برنامج هاب يفترض أن درجة الحرارة الرطبة يتم حسابها من خلال اعتماد قيمة معينة لدرجة الحرارة الجافة مع 50% من الرطوب النسبية relative humidity عندها بإمكانك حساب درجة الحرارة الرطبة أو في حال كانت وجهة نظرك اعتماد رطوبة نسبية مختلفة عما هو تم افتراضه في برنامج هاب فبالتأكيد بإمكانك تغيير هذه الدرجة إذن سيتم تحديد درجات الحرارة كما تم استنتاجه من خلال قيم 20 بالنسبة لل summer design dry bulb عبارة عن 42.9 أما بالنسبة لل summer coincident wet bulb فهي 23.6 أما بالنسبة لل summer daily range فهي 9.6 كيلفين أما قيمة winter design dry bulb فهي 12.7 سيلزوز وكما ذكرنا أنه winter coincident wet bulb تستخدم فقط من أجل حساب الترطيب humidification إن وجد شتاء فإذا كان مطلوب منك حساب حمل التدفئة فقط فتعديل هذه القيمة لن يؤثر على حساباتك على الإطلاق ثم ننتقل إلى باقي بيانات الإدخال فلدينا هنا atmospheric clearness number أو ما يسمى برقم صفاء الطقس المقصود برقم صفاء الطقس هو تعبير عن مدى تلبد السماء بالغيوم أو الغبار أو الدخان وتتراوح قيمة هذا الرقم بين صفر فاصل خمس وثمانون وواحد فاصل خمس عشر تقريبا الرقم واحد يستخدم في الحالات الطبيعية بمعنى إذا كانت سماء هذه المدينة تحوي غيوم بسيطة ففي هذه الحالة الرقم واحد يعني أن الإشعاع الشمسي الساقط على هذه المدينة لن يتم تعديله أما في حال كانت المدينة ملبدة غالبا بالغيوم أو مدينة صحراوية وبالتالي فيها نسبة غبار بشكل كبير أو أن المشروع مدروس في المدينة الصناعية حيث يكون هناك نسبة دخان بشكل كبير فعندها يمكن تخفيض هذه القيمة إلى 0.85 مثلا هذا يعني أن البرنامج سيقوم بضرب قيم الإشعاع الشمسي الساقط على المدينة بالقيمة 0.85 وهذا ما سيقلل من إشعاع الشمسي على أساس أن هذا الإشعاع الشمسي سيتبدد نتيجة وجود هذه الغيوم أو الغبار أو الدخان أما في حال كانت المدينة ذات سماء صافية تماما فعندها يمكن رفع القيمة إلى 1.15 وهذا يعني زيادة 15% على قيم الإشعاع الشمسي الساقط على هذه المدينة طبعا في حال توفرت لديك المعلومة فلا شك أن تعديل هذا الرقم هو الصحيح أما في حال غياب المعلومة فيمكن ترك القيمة واحد وهي الحال الطبيعية على أساس عدم تغيير قيم الإشعاع الشمسي المرجع ASHRAE HVAC Applications للعام 2011 يبين قيم رقم صفاء الطقس وذلك حسب الفصل في الصيف أو في الشتاء طبعا في حالتنا بإمكانك أن تعتمد رقم صفاء الطقس للصيف فقط لأن هذه القيمة تؤثر فقط في حسابات التبريد على أساس أنها تغير من قيمة الإشعاع الشمسي ولا تؤثر على الإطلاق في حسابات التدفئة شتاء لكن للأسف أن هذا المرجع لا يبين إلا خريطة رقم صفاء الطقس للولايات المتحدة الأمريكية فقط ولا يوجد خريطة تبين هذه القيم لباقي دول العالم لذلك إن استطعت الحصول بطريقة ما على هذه القيمة فبإمكانك اعتمادها ضمن البرنامج وإلا فتترك هذه القيمة واحد كما ذكرنا سابقا الحقل التالي هو Average Ground Reflectance أو إنعكاسية الأرض المحيطة بالمشروع فعندما يسقط الإشعاع الشمسي على المشروع فهناك أشعة شمس تسقط على المشروع مباشرة أي على الجدران الخارجية والنوافذ والأسقف وهناك أيضا أشعة شمس تسقط على الأرض المحيطة بالمشروع وبدورها تنعكس مرة أخرى على الجدران الخارجية للمشروع وهذا ما سيغير قليلا من الحمل الحراري للمشروع تبعا للمادة المحيطة بهذا المشروع فقيمة الإنعكاسية تتغير بتغير هذه المادة وتحصل على هذه القيمة من خلال سؤال الشخص المعني بتحديد طبيعة المواد الموجودة حول المشروع يترى هل هو عبارة عن أعشاب أم صخور أم مادة بيتومينية كون أنه يوجد باركينج أو مواقف سيارات أما في حال تعذر الحصول على هذه القيمة من الشخص المعني فيمكن الرجوع إلى مرجع أشري فانديمنتلز حيث نلاحظ أن المرجع أشري هاندبوك فانديمنتلز للعام 2005 يعطينا قيم انعكاسية الأرض المحيطة بالمشروع حسب نوع السطح نيو كونكريت أول كونكريت غرين غراس كراش دروك وهكذا أيضا كنا نكون بيتومينو سباركينج جلوت في حال كانت مواقف سيارات مطلية بمادة بيتومينية وأيضا حسب زاوية سقوط الإشعاع الشمسي بين 20 درجة إلى 70 درجة فبإمكانك تحديد هذه القيمة طبعا زاوية السقوط الإشعاع الشمسي تتغير وليست ثابتة على مدار اليوم لكن أنت في حال تحديد نوع المادة المحيطة بالمشروع بإمكانك اعتماد قيمة وسطية أو حتى ممكن اعتماد القيمة العظمى ونلاحظ أن القيمة الانعكاسية لن تتغير بشكل كبير بتغير زاوية السقوط وفي حال تواجد أكثر من مادة محيطة بالمشروع فربما إحدى الواجهات مطلة على وواجهة أخرى مطلة على صخور مثلا ففي هذه الحالة يمكن أن تأخذ قيمة وسطية بين هاتين القيمتين ثم ننتقل إلى تحديد قيمة سويل كونداكتيبيتي أو ناقلية التربة تستخدم هذه القيمة في حساب الحمل الحراري الشتوي أي لأغراض التدفئة في حال كان الحيز المدروس يقع فوق الأرض الطبيعية مباشرة المفروض أن تحصل على هذه القيمة أيضا من الشخص المعني وهو مثلا مهندس ميكانيك التربة أو المهندس الإنشائي حيث تطلب منه تحديد طبيعة التربة التي سيتم بناء هذا المبنى عليها مع تحديد قيمة الكوندكتيبيتي لاحظ الواحدة واط لكل متر كيلفين أيضا إن تعذر عليك الحصول على هذه القيمة فعلى الأقل تحصل على طبيعة المادة ما هي المادة التي سيتم بناء هذا المشروع عليها ومن خلال المرجع أشري فانديمنتلز بإمكانك تحديد هذه القيمة بشكل تقريبي نلاحظ أنه من خلال المرجع أشري هاندبوك فانديمنتلز للعام 2013 يوجد لدي قيم تقريبية ل thermal conductivity للتربة بواحدة واط للمتر كيلفين هل هي sand أم silts أو clays أو looms فنلاحظ أن هناك normal range أي الحد الطبيعي يتراوح ما بين هاتين القيمتين لكن هناك recommended values for design لأغراض تصميمية يعني الجدول يبين أنه يفضل أن لا تقل هذه القيمة عن القيمة المحددة بالعمود low وأن لا تزيد هذه القيمة عن القيمة المحددة بالعمود high نكرر مرة أخرى أن الحقل soil conductivity يتم تحديده لأغراض حساب التدفئة فقط وتغيير هذه القيمة في حسابات التبريد لن تؤثر على الحمل على الإطلاق ثم يتم تحديد ما يسمى بال design cooling calculation month أي ما هو الشهر الذي ترغب للبرنامج باعتماده على أساس أنه الشهر الأول لحساب حمل التبريد ومتى ينتهي حمل التبريد في أي شهر إذن هذه عبارة عن مدى أو range القيمة الافتراضية هي أن تبدأ حسابات التبريد اعتبارا من شهر يناير جانواري وحتى شهر ديسمبر أي أن تتم إجراء الحسابات على كامل السنة لكن ربما يقوم المصمم بتضييق هذا المدى إلى أشهر الصيف والخريف فقط مثلا أن يحدد أشهر التبريد اعتبارا من شهر ماي وحتى شهر سبتمبر إذن في هذه الحالة سيقوم البرنامج بحساب الأحمال الحرارية فقط بين هذه الأشهر إذن سيقوم البرنامج بحساب أحمال التبريد فقط في هذه الأشهر لذلك يجب الانتباه عند تحديد هذا المدى فإذا كان حمل التبريد يقع في شهر خارج هذا المدى فإن الحسابات سوف تكون غير دقيقة لكن ما الغاية إذن من تحديد هذا المدى الغاية الرئيسية الأولى هو تخفيض الزمن اللازم لإجراء الحسابات لأن البرنامج ومن اسمه Hourly Analysis Program يقوم بإجراء الحسابات على كامل الأشهر على كامل عدد الساعات فهذا في حال وجود أنظمة كثيرة وحييزات كثيرة سيأخذ فترة زمنية ربما تكون طويلة نسبيا أما في حال تحديد المجال بأشهر أقل بدل أن يكون 12 شهرا يكون 6 أشهر فقط ففي هذه الحالة لا شك أن الفترة الزمنية لإجراء الحسابات ستكون أقصر كما أنه أحيانا في بعض الحالات وقد تكون حالات نادرة طلب منك كمصمم إجراء الحسابات اللازمة لهذا المشروع لشهر معين في السنة على أساس أن هذا المشروع لن يتم تشغيل الأجهزة فيه إلا في شهر أو شهرين فقط كأن يكون مثلا مستودع وقال لك المالك بأنني سأقوم باستخدام هذا المستودع وبالتالي تشغيل أجهزة التكييف فقط في شهر إبريل ومي إذن لا داعي لتركيب أجهزة التكييف تقوم بالتغلب على الحمل الحراري في شهر أغسطس باعتبار أنه لدي معلومة موثقة أن تشغيل التكييف سيتم في شهر إبريل ومي فبإمكاني اختيار الخيار إبريل من هنا وينتهي بالخيار مي وبالتالي أقوم في هذه الحالة أولا بتقرير الزمن اللازم لإجراء الحسابات ولكن الأهم أنني سأقوم أيضا بتقليل حمل التبريد ولكن هذا التقليل مبرر كون أنه لدي معلومة موثقة بأن جهاز التكييف لن يعمل خارج هذا المجال المحدد طبعا في حال لم تكن متأكدة من توقع ساعة الذروة لحمل التبريد فعندها يمكنك ترك المجال مفتوحا أي من شهر جانواري إلى شهر ديسمبر ثم ننتقل إلى الحقل تايم زون جي أم تي أي عبارة عن فرق التوقيت عن غرينيتش ويعبر عنه بالساعات ويأخذ قيمة سالبة شرق غرينيتش هذا الأمر خاص ببرنامج هاب وهو عكس المعتاد ولذلك انتبه إلى هذا الأمر جيدا لكن ماذا يفيد تحديد فرق التوقيت عن غرينيتش الحقيقة أن هذا الحقل يستخدم مع اللونجي تيود بتحديد قيمة الإشعاع الشمسي الساقط بدقة لأنها ربما تختلف بين ساعة وأخرى فإذا افترضنا أن فرق التوقيت هو أربع ساعات حتى لو كان مع خط الطول نائس خمسون وخمسون فقيمة الإشعاع الشمسي سوف تكون مختلفة فيما لو تم تحديد فرق التوقيت ثلاثة ساعات مع نفس خط الطول وأحيانا تكون لنفس خط الطول ساعات مختلفة حسب الدولة وحسب نظام التوقيت المتبع فيها ثم نحدد daylight saving time وهو عبارة عن التوقيت الصيفي في بعض الدول يسمى summer time هل هو موجود أم لا أي هل يتم تعديل الساعة لما يسمى بالتوقيت الصيفي وبالتوقيت الشتوي أم لا أيضا يستخدم هذا الأمر مع time zone GMT والlongitude بتحديد الإشاع الشمسي الساقط في ساعة معينة بدقة في حال وجود daylight saving time أي أنه يوجد فعلا تشغيل للتوقيت الصيفي فنختار yes ثم نحدد متى يبدأ هذا التوقيت الصيفي DST begins في أي شهر وفي أي يوم ومتى ينتهي في أي شهر وفي أي يوم أحيانا يكون تحديد اليوم صعب بدقة فلا مانع من ترك هذه القائم الافتراضية على أساس أن معظم الدول فعلا تقوم بتغيير التوقيت في واحد أبريل وفي واحد وثلاثين من شهر أكتوبر أما إن كانت هذه الدولة لا تقوم بتغيير التوقيت في الصيف فنترك الخيار no وبالتالي لا دعي لإدخال أي بيانات أخرى ثم ننتقل إلى التبويب التالي وهو design temperatures وهذا التبويب هو للاستعراض فقط حيث لا يتم فيه إدخال أي معلومة يحوي جدولين الجدول الأول monthly maximum minimum dry bulb وويتبالب أي درجات الحرارة الجافة والرطبة التصميمية العظمى على مدار الأشهر فمثلا لدينا في شهر أغوست فإن درجة الحرارة الجافة التصميمية العظمى هي 42.9 والصغرى هي 33.3 أما الويتبالب فستكون بهذه القيم الموضحة أمامك الملاحظ أن درجات الحرارة في شهر جانوار مثلا ستكون مرتفعة وأكبر من المعتاد والبعض يتساءل هل فعلا درجات الحرارة التصميمية شتاء ستكون 36.9 الجواب أن هذا الجدول خاص بحساب الأحمال الحرارية صيفا أي أن درجات الحرارة الموضحة أمامنا هي فقط لحساب حمل التبريد وليست لحساب حمل التدفئة افترض أنك ستقوم بتصميم جهاز تكييف يعمل في شهر جانواري في هذه في هذه الحالة بالتأكيد لن يتم التصميم على درجة حرارة منخفضة جدا شتاء لذلك يقوم البرنامج في هذه الحالة بإظهار درجة الحرارة التصميمية لغرض حساب حمل التبريد ولو كان هذا الأمر في شهر الشتاء أما بالنسبة لدرجات الحرارة التصميمية لغرض التدفئة فهي قيمة تعتبر ثابتة وواحدة لأن هذه الدرجة تكون ليلا وتكون هي الأسوأ إذن هذه الدرجات الموضحة أمامنا هي درجات تصميمية لغرض حساب حمل التبريد أما الجدول فلإظهار درجة الحرارة الجافة والرطبة لكل شهر على مدار الساعة فمثلا لدينا شهر إبريل فإن درجة الحرارة الجافة في الساعة الثانية عشر ليلا ستكون تصميميا 32.3 ودرجة الحرارة الرطبة ستكون 19.6 أما في الساعة مثلا الثانية ظهرا أو الرابع عشر فدرجات الحرارة ستكون كما هي مبينة أمامك إذن مرة أخرى هذا التبويب هو فقط للإستعراض ولا يوجد فيه أي بيانات يتم إدخالها فقط للتحقق من أن تغير درجات الحرارة هو مقبول بالنسبة للمصمم أم لا التبويب 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 تبويب design solar وهو خاص بالإشعاع الشمسي فكما نلاحظ أن هذا الجدول يعطينا قيم design day maximum solar heat gains أو الكسب الحراري الشمسي الأعظم اليومي التصميمي بواحدة واط لكل سكوير ميتر حسب الشهر حسب جهة التعرض مثلا إن ترمذ للجهة الشمالية أي إذا كان الجدار شمالي فيتوقع أن يسقط عليه في شهر جانواري هذه القيمة من الإشعاع الشمسي بوحدة الواط للمتر المربع أما الجدار الشرقي فستكون هذه القيمة في شهر جانواري وهكذا تتغير حتى الوصول إلى horizontal أي سطح أفقي إذن في حال وجود جدار شرقي مثلا فقيمة الإشعاع الشمسي الساقط ستكون 591.9 واط لكل سكوير ميتر نفس هذا الجدار سيسقط عليه إشعاع شمسي بمقدار 673.8 واط لكل سكوير ميتر في شهر جولاي لاحظ مثلا أن الإشعاع الشمسي لهذا الجدار سيكون أعظميا في شهر مارت فرضا أي الشهر الثالث وهذا ما يفسر أحيانا أن ساعة الذروة لغرفة شرقية بنوافذ ذات مساحات كبيرة قد تكون في شهر مارت والسبب والسبب أن الإشعاع الشمسي الساقط أكبر مما هو عليه لو كانت هذه الغرفة مدروسة في شهر مثلا غسطس مع أن درجة الحرارة الجافة في شهر غسطس هي أعلى منها في شهر مارس لكن في شهر مارس ربما نتيجة تواجد مساحات زجاجية كبيرة في هذه الغرفة فهذا سيؤدي إلى أن ساعة الظروة ستكون في هذا الشهر يسمح لك البرنامج بتعديل قيم الإشعاع الشمسي الساقط من خلال عامل جداء مالتيبلاير لاحظ في هذه الحالة عامل الجداء الافتراضي هو واحد أي أن جميع القيم المعتمدة مضروبة بالقيمة واحد وبالتالي لا تغير فيها ربما من وجه نظرك ولكن يجب أن يكون هناك تبرير أن تقوم بتغيير قيمة عامل الجداء هذا مثلا بتحديد القيمة واحد فاصلة صفر خمسة أي أن البرنامج سيقوم بزيادة خمسة بالمئة على قيمة الإشعاع الشمسي لكامل شهر جانواري أو يمكن أن تكون أقل من ذلك صفر فاصلة خمسة وتسعين مثلا لكن نكرر أن تغيير هذه القيمة يجب أن يكون بمنبرر وليس فقط من أجل زيادة عامل الأمان لأن هناك عامل أمان سيتم تحديده مرة واحدة فقط عند تعريف نظام هواء ذلك لا يجب على الإطلاق زيادة الحمل الحراري بأي شكل بداعي أن هذا عبارة عن عامل أمان التبويب الأخير سيميوليشن خاص فقط في حال كان المطلوب تقدير استهلاك الكهرباء والوقود في المبنى فإذا كان المطلوب هو حساب الحمل الحراري فقط فلا داعي للدخول إلى هذا التبويب على الإطلاق أما إذا كان المطلوب بالإضافة إلى حساب الحمل الحراري تقدير استهلاك الكهرباء والوقود عندها يتم إدخال البيانات التالية أولا ضمن الحقل سيميوليشن وذر ومن خلال هذا الأمر سيليكت فرم هاب بلايبري يتم تحديد ما يسمى بمدينة المحاكاة أو سيميوليشن سيتي يوجد ضمن مكتبة البرنامج العديد من المدن التي تم تجهيزها من قبل مطوري البرنامج لاحظ أنها تتغير حسب الدولة ولذلك يمكن اختيار المدينة بدقة ولاحظ أن الملف بلاحقة HW1 إذن في هذه الحالة تم اختيار سيميوليشن وذر أو سيميوليشن سيتي كما يمكن أيضا استيراد ملف طقص عن طريق الأمر import وذر فايل عندها يتم استيراد ملف بأحد اللاحقات التالية بعض منها مثل IWEC2 من جمعية ASHRAE نفسها وهذا الملف هو نفسه يعني عبارة عن سيميوليشن سيتي فأما يتم استيراده من مكتبة البرنامج أو يتم استيراده من مصادر أخرى ثم من خلال القائمة January 1st يتم تحديد ما هو أول يوم في السنة يوم 1 يناير هل هو أحد اثنين وهكذا جمعة أو سبت ما الغاية من تحديد هذا اليوم الغاية هي فقط لأن البرنامج سيقوم بمحاكاة كاملة على مدى 365 يوم في السنة فلذلك يطلب منك البرنامج تحديد ما هو أول يوم في السنة فربما إن كان يوم جمعة مثلا هو كان يوم عطلي سيعتبر فسيعتبر البرنامج أنه جهاز التكييف مثلا في حالة توقف أما إن كان في يوم مختلف فإذا جهاز التكييف سيكون في حالة عمل وهكذا على أساس هذه المحاكاة سيقوم البرنامج بتقدير استهلاك الكهرباء والوقود ثم من خلال قائمة الهوليدي ليست يتم تحديد أيام العطل المتوقعة في هذه السنة فمثلا لاحظ هنا الشهر جانواري ممكن أن تحدد عن طريق النقل المزدوج أن اليوم الأول من جانواري هو عطله وكذلك تحدد أيام أخرى حسب يعني البلد ممكن أن تحدد مثلا عيد الفطر يمكن أن تحدد الأعياد الخاصة بالبلد أو مثلا عيد العمال وهكذا أيضا ما هي الغاية من تحديد الهوليدي ليست ذكرنا أن البرنامج سيقوم بتقدير استهلاك الكهرباء والوقود فربما يكون هناك إيقاف لتشغيل جهاز التكييف أيام العطل وبالتالي هذا سيقلل من استهلاك الكهرباء والوقود بعد الانتهاء من نافذة الوذر تنقر على الأمر أوكي وبإمكانك الآن القيام بما يلي على خيار الوذر بالنقر بالظر الأيمن بالفقرة واختيار الأمر print view input data تظهر نافذة التقارير المطلوب إظهارها للطقس لدينا هنا مجموعتين المجموعة الأولى design وهي الخاصة ب الأمور التصميمية والمجموعة الثانية هي simulation وهي الخاصة بموضوع تقدير استهلاك الكهرباء والوقود طبعا هنا المقصود به محاكاة لهذه المدينة لو تم اختيار التقارير الأربعة للنافذة design فالتقرير فالتقرير الأول عبارة عن design parameters and mshgs وهو عبارة عن التقرير الأساسي وغالبا ما يتم توليد هذا التقرير ولدينا أيضا تقرير design temperature profile عبارة عن profile تغير درجة الحرارة ولدينا تقرير design temperature profile graph عبارة عن مخطط لتغير درجات الحرارة وهنا يجب أن يتم اختيار شهر معين فقط طبعا في حال توليد الحسابات وعلمت فيما بعد أن ساعة الذروة ستكون في شهر جولاي مثلا عندها يتم اختيار الخيار جولاي نفس الكلام للتقرير الرابع design solar profiles عبارة عن التقرير الخاص بالشعر الشمسي وتغيره مع الزمن ويمكن أيضا هنا اختيار الشهر أما التقارير الأربعة التالية فهي كما ذكرنا للسيميوليشن وعندها إذا أردت إظهار هذه التقارير فبإمكانك اختيار كل تقرير فالتقرير الأول عبارة عن weather data summary والثاني weather profiles ويمكن تحديد profile هذا الطقس من يوم معين إلى يوم آخر ممكن يشمل 365 يوم وكذلك temperature profile أيضا من إلى والsolar profile أيضا من إلى إذن الفرق بين الديزاين والسيميوليشن أن الديزاين يكون بدرجة حرارة تصميمية واحدة في الشهر لاحظ هنا أنه تم اختيار شهر واحد فقط لكن السيميوليشن يكون عبارة عن محاكاة ل365 يوما في كل يوم 24 ساعة بعد الانتهاء من تحديد التقارير المطلوب إظهارها يمكن طباعة هذه التقارير باستخدام الأمر print أو إظهار هذه التقارير باستخدام الأمر preview نلاحظ أن البرنامج قام بتوليد التقارير التالي التقارير الأول وكما ذكرنا هو التقارير الرئيسي تقارير design with our parameters and MSHG لاحظ أنه هنا تم تسجيل اسم المشروع والجهة الدارسة والتاريخ والتوقيت اسم التقارير هنا design parameters حيث حدد البرنامج جميع بيانات الإدخال التي قمنا بإدخالها وأظهرها على شكل تقرير city name location latitude longitude وهكذا لاحظ أن current data is user modified أي أنه تم تعديلها من قبل المصمم أما الجزء الثاني من التقرير فهو design day maximum solar heat gain فهو عبارة عن فقط يعني لإظهار قيم الإشعاع الشمسي التي تحدثنا عنها سابقا علما أن الملتيبلاير في هذه الحالة لاحظ أنه يأخذ رقم واحد بدون تغيير التقرير التقرير الثاني هو cooling design temperature profiles في هذا التقرير أيضا عبارة للاستعراض فقط يعطيك درجات الحرارة الجافة والرطبة على مدار الساعة على مدار الأشهر التقرير الثالث عبارة عن مخطط design temperature profile لكن لشهر جولاي حيث أنا قمت بتحديد شهر جولاي فقط المنحني الأحمر يمثل درجة الحرارة الجافة والمنحني الأزرق يمثل درجة الحرارة الرطبة المحور الأفقي يمثل الساعة إذن تغيرات درجات الحرارة الجافة والرطبة على مدار الساعة والمحور الرأسي يمثل قيمة درجة الحرارة أما التقرير الرابع فهو عبارة عن design solar flux and heat gain profiles إذن هذا عبارة عن قيمة الإشعاع الشمسي الساقط على مدار الساعة حسب جهة التعرض ثم نأتي إلى تقارير المحاكاة فالتقرير الأول عبارة عن simulation weather summary عبارة عن مجموعة تقارير فالتقرير الأول عبارة عن بيانات عامة للمدينة تم أدخال هذه البيانات يدويا والتقرير الثاني عبارة عن dryball temperature statistics عبارة عن إحصائيات لدرجات الحرارة الجافة على مدار الشهر absolute maximum وال average maximum وال average وال minimum وهكذا والتقرير الثالث عبارة عن daily solar radiation statistics أيضا على مدار الشهر كم هي قيمة الإشعاع الشمسي الساقط الأعظمي والوسطي والأصغري أما التقرير الرابع فهو time of occurrence for maximums and minimums أي متى تحدث أعلى درجة حرارة وأخفض درجة حرارة وكذلك للإشعاع الشمسي في ساعة معينة من شهر معين في أي يوم وفي أي ساعة وأخيرا الجدول calendar data عبارة عن بيانات أيام العطل حيث حددنا أن اليوم الأول سيكون هو يوم الأحد والعطل المتوقع هي في هذه الأيام من كل شهر التقرير التالي simulation weather profiles أي في هذه الحالة لشهر جانوري اليوم الأول منه فإن درجات الحرارة الجافة والرطبة وكذلك الإشعاع الشمسي سيكون بهذه القيم حسب تغير الساعة التقرير التالي هو عبارة عن simulation weather temperature graph أي ما هي تغيرات درجات الحرارة على شكل مخطط لدرجة الحرارة الجافة والرطبة فقط لليوم الأول من جانوري إذن تغير درجة الحرارة على مدار الساعة ليوم واحد فقط وهكذا نكون قد انتهينا من استعراض التقارير الخاصة بالوذر بعد توليد التقرير أيضا يمكن من هنا طباعة هذا التقرير باستخدام الأمر print this report أو حفظ التقرير باستخدام الأمر save report as ولاحظ في هذه الحالة سيتم حفظ التقرير باللاحقة rtf ويمكن فتح هذا الملف باستخدام برنامج office word إذن هكذا نكون قد انتهينا من تعريف الخطوة الرئيسية الأولى وهي تعريف الطقس ترجمة نانسي قنقر